بسم الله الرحمن الرحيم المصريون على وجه التحديد اعتادوا أن يخرجوا في هذا اليوم للحقول والحدائك والمتنزهات بشكل عام بعضهم يكون بعمل تلوين للبيض وأكل ما يسمى الفسيخ أو الرنجة أو خلافه وطبعا للأسف مع كل عام كأن المضوع بيجي جديد يبتدي البعض يتكلم عن الحل والحرمة والجواز وعدم الجواز والبيض ملون حلالية ملون لحرام والفسيخ حلال ولا حرام حاجات كتير كده بيسأل عنها الناس أنا بس عايز أقول لكم على قاعدة أساسية الله يبارك فيكم علشان يعني ترتاح وتهدأوا القاعدة الأساسية عندنا أن الحلال ما أحل الله والحرم ما حرم الله في أمور العبادات في أمور العبادات لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع ما فيش شرع ما فيش سند من قرآن كريم أو سنة لعبادة معينة ما نعملهاش كعبادة في أمور الحياة بشكل عام الأمور فيها إباحة أمور الحياة بشكل عام الأمور فيها إباحة نلبسناه كل نشرب نروح نيجي مع الالتزام بالقيود العامة فيه قيود عامة في اللباس مثلا أن يكون ساتل للعورة إنه ما يكونش توب شهرة إنه ما ينجروش على الأرض خيلاء خيلاء بخلي بالكم من كلمة خيلاء حاجات كتير كده إنما في الأكل بشفط بمثلا ما يبقاش لحم خنزير ما يبقاش ميتة ما يبقاش دم مسفوح ما يبقاش مدبوح لغير ربنا في أسس لكن في العموم الحرام في كل حاجة فيه دننا محدد واضح ومعدود يعني محدود معدود واضح محدد المعالم علشان بس ما نضيقش على نفسين ما عندناش نصوص تمنعنا إن احنا يشارك بعضنا بعضا في أي مناسبات عادي مناسبة وطنية مناسبة أخرى ما لم يكن لها تقصي ديني طيب وشمي النسيم هل له صورة تعبدية هل ليه تقوس هل ليه شعائر ما فيش حد يقول لي يا مولانا ده ليه شعائر ده ناس بيطلع تتفسح لازم ما يطلع تتفسح الفصح مش حرام يوم أجازة استمتعوا بي إيه المشكلة يوم أجازة وإن شاء الله يكون مشمس وكون جميل وناس يستمتع ما الإشكالي أرجوكم كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق ما لا نحرم إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى الأولى يفرحوا بالبيض المسلوق ويتلونوا بتاعه ما الإشكالية في هذا ما في إشكالية في هذا ولا نجزم ولا يستطع أحد أن يجزم بالتحريم لأنه ما عندهش دليل التحريم بنص تعلمنا كده التحريم إنما يكون بنص حد يقول لي والبدعة يا سيدنا البدعة في الدين مش في أمور العادات ولا في الأمور العادية في حياتنا البدعة إنما تكونوا في الدين هيقول لي يا مولانا ما ربنا عز وجل على سيد سيدنا النبي حدد لنا يومين اتنين عيدين هو إحنا قلنا بكرة عيد هو مش عيد ولا هنتقابل نصلي الصبح الأول أبما نمشي صلاة عيد ولا هنروح نعيد على بعضنا نلبس الجديد مش يوم عيد ولا حاجة ده يوم يوم الناس يأخذونه وأجاسة متعون فيه ولا إشكالية في هذا فنرى أنه لا حرش في هذا وفي العموم الناس تتنزه تأخذ هدنة كده وراحة بعد تعب وهموم الحياة ومشاكلها تهدأ المشكلة والأولاد يأكلوا بيض ملون ما عندناش مشكلة خالص على الإطلاق تابو الفسيخ باقي يا سيدنا الأصل الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن السمك حلال على كل حال حي وميت ده الأصل في حديثه عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان عندنا ميتتين ودمين ربنا أحلهم سبحانه وتعالى أما الميتتان فالسمك والجراد الدمان معروفين الكبد والطحال فربنا أباح السمك طب السمك تلعم البحر وكده كده مات بالناس حطوه وملحوه وأكلوه هم حرين هم حرين نفسك تعافه آه طبعا نفسك تعافه شيء وتعرف منه ومن اللي بيجيبه وتعرف من رحته آه ماشي انت حر انت حر فيه ناس بتعرف من اللحمة فيه ناس بتعرف من الفراخ فيه ناس بتعرف من الأرانب الله هو أنا أستطيع أن أنا عشان بقرف من حاجة ما أحرمها على غيري لا خالص يطلع الطب يقول لنا ولا الصحة العامة يقول لنا خلي بالكم الفسيخ عشان بتعامل بالطريقة دي فيه ضر على الصح موافق تماما يبقى رأي علمي وبعدين هنا يقول لي بقى مش حلال وحرام لا هيقول لي فيه ضرر حد تاني يقول لك لا هو الضرر هيجي لما ناكل كتير واحد تالت يقول لك والله ما نتعودت عليهم بيتدرش ولا حاجة يبقى عموما في الأساس هو حلال أصلا الحرمة هتجي منين الحرمة هتجي إذا تأكد الضرر الناس تسممت مش واحد ولا اتنين ما جايز فيه ناس تاكل طعمية ومعدتها مستحملش ما رو عمله بغسيل أيو أيو فيه ناس كده بتستحملش الطعمية مثلا هحرم الطعمية ما ينفعش هنحرم الفول عشان الناس بتعرف منه مثلا ولا ما المعدتها ما بتقدرش هم حرين إنما 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 لا نحرمه وقال لكم على حكاية عجيبة جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة مدعو على مائدة ما ومعا سيدنا خالد ابن الوليد فقدم لهم ما يسمى به الضب الضب كده حاجة يعني تشبه الألانة بالبتاع الصيارة كده يعني مهم أيا كان هو إيه والبعض بقول عليه حاجة تانية بس ما فيش داع فالمهم إنه النبي الكريم لما قدم له هذا على المائدة ما مدش إيده عليه بيقوله عليه عافه نفسي عافته شالت منه اللغة بتاعتنا العامية قوله كده نفسي شالت منه ماليش مزاج ليه سيدنا خالد راجل فاهم راجل مدرك راجل واعي فبقوله يا رسول الله أنت لم تأكل من هذا هل لأنه حرام هو حرام يا سيدنا النبي أم أن نفسك تعافه فق ده فق يا ساد حتى اللي عمله النبي واللي امتنع عنه النبي لو واحد عادي ما عندهش وعي بس الصحابة عندهم وعي وإدراك وكانوا بيفرقوا كان قالك ده النبي ما جاش ناحيته سيدنا خالد لا فاهم قوي ما جاش ناحيته قد يكون حرام وكان يكون بالنسبة له لا هو ما بحبهوش وليس معنى أنه يكرهه أو لا يحبه أو مش واخد عليه أو مش متعود عليه إنه حرام فقال له يا رسول الله أهو حرام أم نفسك تعافه قال بل تعافه نفسي ليس من طعام قومي آه ما تعودش عليه ما أكلتوش في بيتنا ما أكلتوش في أسرتنا وفي عيلتنا ما عرفوش فعشان كده أنا ما أكلتوش فاكتجزبه سيدنا خالد رضي الله عنه بين يدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخذ يأكل منه طيب إيه المشكلة ما هي الإشكالية ناس كتير أو ممكنت له لها هناكل الضفاضع وقولك لا 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 أنا أعرف أنت حر واحدة هيكل فران أنا آسف يعني واحدة هيكل فار وقولك لا أنا أعرف أنت حر أعرف إنما في الشريعة حرام ولا حلال الكلب عزكم الله وقولك أنا كلت مبرح كلب كلت كلب يبتدي اللي سمعه يعيز يتقيق ده بقولك أكل كلب وعيز يجري من قدامه إزاي تأكل كلبه هو نفسه كتعليه ويبقى هو أعمل حلال ولا عمل حرام هو أكل لحم الكلب حلال ولا حرام إيه رأيكم نحن نلاقي رأي فقري معتبر يقول أنه حلال لأنه ما عندوش نص يحرم أكله في قوله سبحانه وتعالى النص الثابت القاطعي القطع في الدلالة يعني في القرآن الكريم كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أو إلا لغير الله به فين الكلب في الموضوع ما ذكرش الكلب ما ذكرش القطة هو حر حد يقول لك إلا فيه حديث يا مولانا أنه النار السلام حرم كل ذي مخلب وناب الأسد والمش عارف إيه وكلام ده كله يقول لك هذا الحديث إذا كان عنده جمهور الفقهاء مقبول لكن عنده بعض الفقهاء غير مقبول يعني وبالتالي المسألة فيها إباحة أنت بقى نفسك جات أنك تاكل أنا آسف جدا لحمة حمار لحمة كلب لحمة قطة أنت حر نفسك ما جاتش عليها ما تحرمهاش أو على الأقل لو حتى أنت واخد برأي الجمهور ما تنكرش على من استحلها على اعتبار أن أخذ برأي موجود إيه المشكلة فعايزيني بعدين هذا الأفق في الكلام يطلع بقى النهاردة وزارة الصحة يحطولي مدار أكل الكلب مدار أكل الحمار مدار أكل مش عارف إيه أنا مواقف أهل ده ونمشي وراهم في الكلام ده ونحافظ على صحيتنا منمشي الكلام إنها ما تقوليش بقى أسلو حرام عشان الدين الدين في نص ثابت قطعي مع لهش خلاف في خلاف يبقى الأمر فيه الجواز والإباحة اللي عايز ياخد به أهلا وسهلا اللي مش عايز ما فيش مشكلة لكن لا نحرم إلا ما حرم الله بإجماع وباتفاق العلماء والله أعلم وأكتفي بهذا القدر وناخذ